في 2015، الدول حطت وثيق المساهمات متاحهم خلال قمة المناخ 21 في باريس NDT هي مجموعة المساهمات والتزامات اللي حددها كل طرف في الونيف تريبل سي موجب الفاصل الثنين من اتفاق باريس لحد من أثار تغيرات المناخية بهدف تحقيق الهدف الرئيسي لاتفاق باريس اللي نص عليه حاصل ارتفاع درجة الحرارة في حدل تجاوز 1.5 مئة وية فوق مساويات ما قبل الحقبة السناعية من خلال إلزام كل الدول مع العلم أنه لحد أكتوبر 2019 فما 184 طرف أوضعوا مساهماتهم الوطنية بالنسبة للدول المتقدمة يرتكز الـNDC متاحهم على آليات التخفيف أما بالنسبة للدول النامية فإنه الـNDC يشمل تدابير متعلقة بالتأقلم لخسائر والأضرار تعزيز القدرات التنمية المستدامة التخفيف والتمويل اللازم لتعويض الضرار اللي وصل لهم من جراء تغير المناخ بعد إداع الـNDC يخو كل طرف مجموعة تدابير باش يتم تحقيق الأهداف والتزامات اللي يخذاها ويتم تقييم الـNDC من خلال جلوبال روفيو اللي باش يتعمل أول واحد سنة 2023 من بعد كل خمسة سنين يتعمل روفيو جديد فما الـNDC أهدافها تكون بنسبة 2025 وفما الـNDC تكون أهدافها بنسبة 2030 مع العلم اللي لازم كل طرف يرفع من الأمباشن متاعه وقت تحيين الـNDC متاعه مع كل نسخة جديدة أما رنب المساهمات الحالية ماشيين فوق 3 درجات هيتا ونحكيه على الـNDC متاع تونس تعتبر تونس من الدول الأوائل اللي أوضعت الـNDC متاحة عام 2015 واللي ولّى الـNDC بعد ما صادقت على اتفاق باريس في 10 فيفري 2017 تم إعداد الوثيقة هذي من طرف مجموعة من الخبراء مختصين في عدة مجالات وذلك بالتشاور بين مختلف الأطراف الفعلة والمعنية بالتغير المناخ من وزارات وهايك الخاصة وبعض مكونات المجتمع المدني وبالاستناد على استراتيجيات وطنية قطعية كما الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية مخاطط الطاقة الشمسية استراتيجيات التأقل من التوفر لكل قطاع اقترحوا التونس بش نقص من أبعثات الغازية في كل قطاعات من خلال تخفيض بـ 41% في 2030 بنسبة لـ 2010 منهم 16% مزميم تخفيضهم 28% بش نخفظهم تطوعاً والتزام بحمد تغيرات المناخية مع الالتزام اللي اخذته لتوفير 30% طاقة من مصادر متجدة في أفق 2030 قطاعات والمجالات اللي شملتها تدابير التخفيض اللي قيمتها 18 مليار دولار الطاقة من نجاعة الطاقية وطاقات متجدة الصناعة، النفايات، الغابات، الفلاحة والقطاعات والمجالات اللي شملتها تدابير التأقل اللي قيمتها 2 مليار دولار الموارد المائية، الشريط الساحلي، الفلاحة، النظم الإيكولوجية، الصحة وسياحة لهنا لاحظوا تركيز العمل المناخي في تونس حسب المساهمات الوطنية تدابير التخفيف 9 مرات قد التأقل وبما أنه في 2020 تونس مطالبة بيش تقدم نسخة محينة من الـ NDC متاحة وترفع من الـ Ambition متاحة كي نوصلت حاقة أهداف الـ NDC متاع 2015 هذك عليه لازم تونس توا ترفع من الجهود متاحة وتوصل للأهداف اللي خليتها وهذا يطالب أكثر شفافية وواقعية